سمع سكان الجماعة القروية سيدي بوكر ومنطقة طويلي على الحدود المغربية الجزائدية ليلة أمس السبت مباشرة بعد اختتام نهاي كأس العرب دوي أكثر من 20 طلق نارية في الهواء يشبه بأنها من عيار صغير مخصص للمسدسات الفردية وكشفت مصادر إيلامية أن ذوي هذه الطلقات تم سماعه في أماكن متفرقة بالمناطق المتخامة للحدود الشرقية للمملكة المغربية مباشرة بعد فوز الجزائر بنهاي كأس العرب لكرة القدم عند انتصارها على جارتها الشرقية تونس ورجحت المصادر ذاتها أن تكون عناصر الجيس الجزائري قد دخلت في حالة فرح بعد فوز منتخبها الوطني وهو ما جعلها تتخلى عن الضوابط العسكرية وتشرع في إطلاق رصاصات في الهواء للتعبير عن بهجتها على طريقة احتفال حزب الله اللبناني وفازت الجزائر ببطولة كأس العرب 2021 بعد فوزها على تونس بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية وتوجد الفريق الجزائري بالكأس لأول مرة بهدفين أحرزهما أمير مسعيود في الشوط الإضافي الأول من زمن المباراة ويسين إبراهيمي في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي للشوطي التالي